وده السؤال اللي استمعناه في الأولى الأخيرة ليه أنزل وشارك؟ عشان أصنع حاضر ومستقبل لي أنا شخصياً والأولادي والأحفادي ووسع بقى الدايرة حضرتك يبقى لغاية ما توصل للوطن اللي هو إحنا بننتمي ليه هذا الوطن اللي هو يعني يعيش فينا زي ما قال الأنبا شنودة احنا مش بنعيش في الوطن هو الوطن هو اللي بعيش فينا احنا بنبني بشكل حقيقي لنا والأولادنا عندما تختار أنا دايماً بقول هذه الكلمة عندما تختار أكبر مدير لهذه الشركة اللي هي الوطن واللي هي أصولها الأرض والشعب والسلطة هي دي هي مكونات هذه الشركة الكبيرة وليه شركة لأن احنا بنتشارك فيها جميعاً هذا المبدأ اللي بنسميه الموطنة احنا بنعيش على هذه الأرض اللي ورصناها عن أجدادنا وإحنا خدنا دورنا فيها ولازم نورصها لأولادنا والأحفادنا أجمل ما تكون أحسن ما تكون مصر بتمر بظرف صعب شوية انطلاقاً أو على خلفية ما يشهده العالم كل من أحداث مضطربة أنا شفت الضيف شوية الضيف اللي كان قابلي موجود مع حضرتك وتكلم فعلاً عن أو القصيص اللي كان بيتكلم وقال لك أن فعلاً في حوالينا الحدود ملتهبة احنا بالفعل مصر بتواجه تحديات يعني صعبة جداً تحديات على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى كل الحدود الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب من هنا احنا لازم نصطف ولازم نقف ونقول احنا اخترنا هذه القيادة السياسية اخترنا هذا المدير أكبر مدير لهذه الشركة في أكبر منصب تنفيذي اللي هو رئيس الجمهورية عشان يقودنا خلال الست سنوات القادمة